مفاجئة بالنسبة لك يا دكتور محمد مبارح طيب دايماً أي لعب في الدنيا بقاله فترة غايبة عن المباراة أي أن كان السبب موقوف مصاب رجع من إصابة طويلة أو مجمد لأن المدير الفني مش مقتنع به الفترات الطويلة بتحتاج بعض الحاجات رقم واحد الجاهزية البدنية اتنين الجاهزية الطبية تلاتة وده مهم جداً جداً الموهبة والموهبة لا تهضر الموهبة ما بتروحش عند لعيب الكورة أربعة وده اللي كان الرهان أو الرزق في دخول الكهرباء وهي الحساسية اللي يبقى له سبع شهور أو أكتر آخر المباراة بعبها يوم 22.05 مع فريقها تاي سبور مع فريق جينر سبور في الدوري التوركي وبالمناسبة في المباراة دي هو عمل نفس اللي عمل مبارح سجل هدف وعمل اتنين أسيست وكان بيلعب معه في الفرقة اللعب المغربي أيوب الكعبي بالمناسبة يعني نفس اللي عمل مبارح وده كان آخر المباراة في الكهرباء قبل ما يتعرض لفترة الإيقاف اللي عود حتة حساسية حساسية المباراة الرغبة اللي عندك هرباء الرغبة اللي عندك هرباء نازل مركز نازل بيشتغل وده اللي تكلم معك بتنسى العبد الحفيز واتكلم معك جهاز بالكامل إنه ركز في الملعب باكش دعب أي حاجة تانية باكش دعب أي ملفات تانية في عقلية تانية مع كم الضغوط الشديدة جدا والكلام اللي بيتقال عليه وهيلعب هيتجمد هيتعاقب مش هيتعاقب وقات كتير جدا الحاجات دي بتأثر عليك نفسيا ومعلويا فتفقدك الدوافع وتخليك حتى زهقان من فكرة أنك بتلعب كرة بس في التمريه لكن الواضح جدا إنه كهرباء كانت تتعامل مع الموضوع بالعقلية دي أو بالمنطق ده والحالة اللي كان عليها كهرباء قبل ما ننسى بقى نبعد عن نسيب قصة كهرباء إنه تحسب لمارس الكولر تجهيز اللاعب والجهيزية البدنية والفنية اللي كان عليها كهرباء مبارح تحسب لمارس الكولر التهيئة النفسية كمان لكهرباء إحنا كنا بنتكلم على كل إنه مدير فني كويس جدا لكن مش بس فني إنه هو قادر يتعامل مع اللعيبة اللي موجودة على البنش قادر يتعامل مع اللعيبة اللي ما بتلعبش وعملية التهيئة وده كملوا في المؤتمر الصحف مبارح لما تكلم على كوكا ورافط خليل وقال إنه ممكن يكونوا هم مدئين سواء إنه هم ما بيلعبوش وخرجين مدئين هم ما بيلعبوش لكن انتوا لعبة كويسين لعبة صغيرة جايين والفرصة هتجلكوا هتجلكوا ده التعامل للنفس بتعمار سيلكولر مش بس إنه هو قادر يتعامل فني ده غير الحاجات الكتير اللي جابية اللي عملها قبل إصابة كريم فؤاد البروفايل اللي خلقه لكريم فؤاد كريم فؤاد ما كانش بيلعب جناح كريم فؤاد تألق وتوهد بس دعم مع كابتن سامي أمصان يعني كابتن سامي أمصان وفي الفترة المرحلة الانتقالية بين بيتسو موسيماني وسوارش كالأشراق كابتن سامي أشراق وجود كريم وجود كريم كجناح خط لأنه هو في الأساس ظهير دي بتحصل وحصلت قبل كده مع كابتن سامي في الفترة اللي هي ما بين سوارش وما بين بيتسو موسيماني لكن إنه هو الرجل بيشتغل والفعالية على المرمى والدخول داخل التمنتاشر كتير وإنه هو بيحاول طول الوقت ده مرسيل كولر ده البروفايل اللي خلقه للعيب اللي في الأساس هو لعيب ظهير آه لعب جناح بالمناسبة وهو في نجو بسقب اللعب جناح ولعب في إمبي كزهير أيصر لعب في أكتر من بوزيشن لكن في النهاية أنا خلقت البروفايل مش بس لكريمة أنا أقول كريمة على سبيل المثال وليس الحصر ففي النهاية لما أجل أتكلم إنه مدير فني قدر إنه يدخل اللعيب بتاعه محمود عبد المنم كهرباء بهذه الجاهزية تحسب لللاعب إنه مركز وبيسمع الكلام وديكت مشكلة عند كهرباء بفترات كتير وتحسب للمدير الفني على التهيئة ودخوله المباراة بالشكل ده أخد